صيام شوال من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صامت ذهر كله من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كمن صامت ذهر إذن ليه صام رمضان وتبعليه ستاً من شوال بحال إلي صامت ذهر بحال إن صامل العام كله أو واضم عليها كل س Olympics كأنه صام العمر كله وبعث العلماء قالوا وهذا يوافق الآية أن الحسنة بعشر أمثالها لأن رمضان 30 يوم 300 ضربها في عشرها 300 وستيام يعني ضربها في عشرها هي 60 يوم إذن 360 يوم حل صمتي العام كله ثم القضية ديال أتبعه كي اللي فهمها أنه أتبعه تكون متابعة مع رمضان بمعنى مجرد مثالي رمضان وتصوم نهاره وتفطر نهار العيد تبع له ستيام ديال شو أتبعه هناك بالفاهيم ها هكذا ولكن يعني هذا الفاهم هذا مش هو صحيح فقط وإنما يجوز إتباعها بأن تصومها مباشرة بعد العيد ويجوز أن تفرقها مثلا تصوم الاثنين والخميس في شوال كتجمع ما بين الاثنين والخميس وكتجمع ما بين شوال أو تصومها مع الأيام الضيض وكتجمع ما بين ستيام ديال شوال والأيام الضيض وهكذا بمعنى أن أتبعه لا يعني لا يعني أن تتبعه مباشرة وبهذا المناسبة كين بزاف ديال النساء كي يطرحوا واحد السؤال تيقول كالفقه والديالة راها بغيت نصوم ستيام ديال شوال ولكن را عندي واحد ستيام أخرى ديال الدين تتسليها في رمضان واش نسبق الدين ولا نسبق شوال هنا كان نقول للمرأة إلا كان عندك استطاعة أنك تجمعي كل شي ممكن تسبقي الدين وتبعي له ستيام ديال شوال وتكملي كل شي في شوال ولكن إلا خفتي أنك انتهي شوال وما سمطيش ستيام ديال شوال وبغيت الفضل ديال هات ستيام راها ممكن تسبقي ستيام ديال شوال وتؤخري الدين لأن الدين عنده العام كامل فمعنى هذا أن هات ستيام عندها فضل والإنسان اللي اجتهد فيها الحمد لله كيفوز بهذا الفضل العظيم الذي أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله العظيم والحمد لله رب العالمين